كان لقاء مهم جداً للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين النهاردة وأعتقد رسالة واضحة ومباشرة لللاعبين والجهاز الفني وأيضاً لجماهير النادي الأهل نحن في مرحلة مهمة جداً في مشوار الفريق السندي أنت مش في بداية الموسم ده أنت في مرحلة جني السمار بطولة إفريقيا البطولة الأم أو البطولة الأكبر في القرى الإفريقية أنت خلاص في المراحل الأخيرة وأنت بتدافع عن اللقب اللي أنت حققته العام الماضي نهاردة الفريق الحمد لله نقدر نقول كان مكتمل الصفوف طبعاً لسه فيه لعيبة غيبة ولكن مستمر غيابهم في الفترة اللي جاية سواء الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، حسين الشحات وإمام عشور وللأسف أيضاً كمان لسه مروان عاطية زي ما ذكرت لحضراتكم من بارح لسه مروان قدامي قدامه عدة أيام عشان يلحق بالفريق في المباريات القادمة ولكن النهاردة بيرسيتاو تواجد في تدريب فريق النادي الأهلي ونقدر نقول قيمة الأهلي اللي سفرت إلى الكنغو الديمقراطية زهر اليوم يعني حوالي 24 لعد انضم للقيمة بيرسيتاو بعدما غاب الفترة الأخيرة نتيجة شكوته كده من إصابة كده وإجهاد يعني في العضلة ولكن زي ما تشايفين على الشاشة هو دي لقطات خاصة بكواليس فريق النادي الأهلي بعد المران على طول كان فيه توجه لمطار القاهرة رحلة خاصة للفريق والفريق النهاردة سافر زهر اليوم ورئيس البعثة دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قدامنا هو رامي رابيعة وسام أبو علي رضا سليم أحمد عبدالقادر محمد مجد أفشا كريمي دبيس حمزة علاء كريستو أحمد نبيل كوكا محمد هاني إذا أقول لكم 24 لعب يعني أقرم توفيه مصطفى شبير طاهر محمد طاهر كوكا كريستو هاني عبدالقادر أفشا حمزة علاء كريمي دبيس مصطفى مخلوف كهربا موديست تاور دسليم وسام أبو علي السلي عبد المنعم رامي رابيعة خالد عبدالفتاح ومحمود متولي كريم فؤاد كريم ندفيد وأيضا كمان علي معلول بير ستاو ها قدامكم كمان على الشاشة ومتواجد مع فريق النادي الآلي في رحلة الصفر إلى الكنغو الديمقراطية نتمنى يا رب التوفي للفريق طبعا رحلة خاصة دي أعتقد بتفري كتير جدا للفريق يعني قدامكم هي رحلة خاصة للفريق مجلس الإدارة وإدارة النادي دايما بتكون حريصة على توفير كافة الإمكانيات وتزليل كافة العقابات للفريق قبل أي مباراة إفريقية منذ بداية البطولة مش البطولة الحالية البطولة الحالية والسابقة وقبل السابقة بتفري كتير في توفير عامل الوقت وتوفير الراحة للفريق رحلة الكنغو الديمقراطية انت مش راح تلعب في كنشاسة رحلة تيران مباشرة وخلاص وهتلعب هناك في ملعب العاصمة لا انت رايح مدينة على مسافة حوالي 600 كيلو من العاصمة فلما تاخد رحلة مباشرة من القاهرة على مدينة لمون باتشا على طول انت بتوفر مش أقل من 12 ساعة سفر تفرق كتير طبعا ده بيفرق في الاستشفى في الراحة في الإجهاد أكيد بيفرق مع اللعبة النهاردة الفريق هيوصل عشر بالليل بإذن الله بسلامة الله إلى القاهرة الفريق على طول هي يروح للأوتيل كل الأمور التنسقية تمت بسفر خالد بيبو وسامير عدلي قبل سفر البعث بـ 24 ساعة وكان في تواصل حتى مع دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة الفريق يصل مساء اليوم بكرة فيه تدريب على ملعب المباراة يوم الجمعة فيه تدريب على ملعب المباراة اللايحة بتديك الحق أنك تتمرن على ملعب المباراة تدريبتين قبل معاد المباراة 48 ساعة فريق مازين بيبقى طبعا ما بيحبش هتعامل بالإيميلات الرسمية يمكن عنده معلومات أنه كان مش عايز يتعامل بإيميل رسمي آه تعال تفضل هتتمرن تدريبتين على الملعب ولكن أكيد فيه مرائب للمباراة بيديك الحق بالكامل أنك تنفذ اللايحة وأنك تتدرب على الملعب يعني خميس وجمعة وعشان كده كان الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي سبقوا البعث عشان يرتبوا كل هذه الأمور مش محتاجة تتمرن على ملعب فريق أنت هتتمرن على ملعب المباراة وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا اللقاء